فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خذاج 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 ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستفتاح نشرع الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا بسم الله الرحمن الرحيم سرا أو جهرا ورد النبي عليه الصلاة والسلام أسر بها ورد جهر بها صلى الله عليه وسلم بعد ذاك الفاتحة السبعة المثالي السبع المثاني في كل صلاة في كل رقعة بنقراها فاتحة الكتاب فيها بعض المسائل الفقهية المنقشوة الفقهاء هل هي ركم إجماعا عند أكثر الفقهاء هي ركم من أركان الصلاة طيب عندما يقرأ الإمام فاتحة الكتاب المأموم يعمل شنوه إذا كانت الصلاة سرية المأموم يقرأ معه وإذا كانت الصلاة جهرية برضو يقرأ معاه وضر راجح إن شاء الله تعالى عند الشافعية والحنابلة قالوا يقرأ المأموم وعنده مدلة قوية أيكم ينازعني القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه قال رجل أنا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب إذن المأموم يقرأ مع الإمام فاتحة الكتاب أو ما يقرأ معه برضو واردة واستدلوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء إمام ومن صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراءة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلاصة الكلام نقول شيء يا أخواننا نقول الأمر واسع سواء قرى الفاتحة مع الإمام أو أنصط خاشعا له تلاوة الإمام كل وارد لكن الفاتحة هي ركم من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها